لم يتبقى من مفردات البطاقة التموينية سوى الطاحين والرز وكلاهما يتأخران لأشهر عن موعد الاستلام ويصلان بنوعية رديئة هكذا وصف مواطنون المفردات الغذائية التي من المفترض أن توزعها وزارة التجارة بشكل شهري للتخفيف عن كاهل المواطن العراقي الحصة التموينية لا تتوزع بصورة صحيحة ودقيقة للمواطن يعني هناك تلاعب صراحة من جهات كثيرة حتى الوكيل وماك محاسبة حتى المواطن عندما يريد يشتكي إلى جهة معينة في وزارة التجارة ما يلبون طلبة البطاقة التموينية جدتك فلوس جدتك مدرشان ونفس القوانا الدولة ماكو ماحس أي شي تغيير بالدولة أي شي ماكو يعني ماكو هسألة أكثرة العالم على الطالة على الطالة قاعدة والناس بشوان يقول لك ما الله يساعد الناس يتسوي سوي وينفذون وعود البطاقة التموينية بالنسبة للمواطن لأنه المواطن في حيرة وشك وكل شي يعني أمره وزارة التجارة أكدت من جهتها العمل على تحسين مفردات البطاقة التموينية ومراقبة وكلائها المتشرين على خرصة العراق مطلقة في الوقت ذاته مشروع البطاقة الألكترونية للحد من الفسادة بالإضافة إلى أن المواطن سيتمكن من خلال بطاقة معرفة المواد التي ستوزع حصته منها وراح يكون هناك تحسين في مفردات البطاقة التموينية بالإضافة إلى تحسين التعامل مع المواطن العراقي يعني هذا المشروع راح يوفر للمواطن العراقي الكثير من خلال القضاء على حالات الفساد بالإضافة إلى الأعداد للأشخاص التي قد تكون وهمية البطاقة الألكترونية راح تتضمن كل معلومات العائلة أيضا راح تتضمن رصيدة من مفردات البطاقة التموينية وراح تتضمن أيضا شنية المواد اللي متوفرة لدى الوكيل مشروع البطاقة الذكية جاء بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي التي أشارت إلى تقديمها الدعم الفني واللوجستي من أجل إنجاح هذا المشروع الذي من المفترض أن يخفف من معاناة المواطن في مراجعة الوزارة أو وكلاء المواد الغذائية نحن نشهد اليوم تحول وزارة التجارة إلى النظام الألكتروني إذ ندعم هذه الخطوة فنيا ولوجستيا ونقف إلى جانب الحكومة بذلك البطاقة الألكترونية ستسهل الكثير على المواطن في مرحلتي التسجيل والتحديث بدلا من البراجعات المستمرة وزارة التجارة بيانت أيضا أنها ستفتح منفذاء لتوزيع البطاقة الذكية على المواطنين أحدهما في بغداد والآخر في دهوك موفق مجيد الحرة بغداد